هلو وحشتوني حباب قلبي النهاردة هقلكم وصفة المنبور مفيش اسهل من انك تعملي خلطة المنبور لانها كلها تتعمل نايف نايف والطعم كمان خرافة يلا بينا الحاجة هنجيبها هنجيب المنبور وبعد كده هنغسله كويس جدا بملح وخل ونقطعه طبعا بالمقاس اللي احنا عايزين انا قطعته قطع صغيرة عشان يطلع في الاخر شبه البوبس زي ما انتم شايفين كده ونحاول نخلي المقاسات كلها قد بعض هنجيب بطماطم وبصل وكمان فلفل رومي وممكن كمان تزودي قرن فلفل شطة مفيش مانع طبعا لو حبة هنحطهم كلهم في الكبة وهنفرومهم كويس جدا لغاية ما يبقى قطع صغيرة اي يعني ما فروم بمعنى اصحب هنا هنجيب كبايتين رز عادي الرز المصري وهنغسرهم كويس جدا وهنصفيهم خالص من الميا هنضيف بقى عليهم كل اللي احنا ضربناه في الكبة البصل وكمان الفلفل والطماطم هنحطهم كلهم زي ما انتم شايفين كده هنا بقى هجيب طماطمتين وهقطعهم قطع صغيرة عشان يزودوا بس من طعم التماطم في الخلطة طبعا لازم نحط شبته بأدونس وكسبورة في اي نوع من انواع خلطات المحشي هنحط كل التوابل وهتلاقيها موجودة دلوقتي على الشاشة ظهرة عندك هنحط رشة من جسل الطيب وطيه طبعا اختيالي بس بتدي ريحة حلوة قوي كمان للخلطة هنحط كوباية من الزيت اي زيت بقى انت بتفضليه وهنحط كمان معلقتين كبار من السلسة يعني هو الكيس بمقدار معلقة كبيرة هنحط كمان رشتين من الشطة اللي طبعا مش حابب ممكن ما يحطش هنقلبهم بقى كويس جدا 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 لازم كل المكونات هدخل جوه بعضا خلاص كده هو كل تقلب والرز زيك بقت نفسها بقى لونها محمر طبعا من السلسة الطماطم هنبدأ بقى نحشي هنفتحه بقى بالمنظر دوت هنحط سبعين من ايدينا واندخل بقى الرز زي ما انتم شايفين كده بالزبط ونبدأ بقى ينتطب عليه بحيث ان الرز يدخل في المنبراية كلها بصوا يبقى نبطط ما ندرسوش رز عشان لو حطينا رز كتير هيفرقع مننا واحنا بنسلقه هعمل كمان معاك واحدة لازم تعود الدخلي في الرز والطبطابي كده على المنبار لغاية ما تحس ان الرز وصل فيها كلها بس بالمنظر ده لازم يبقى مبطط ما يبقاش مجبوس رز انا هكمل بقى باقي الكمية كلها بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم لازم تعملوا كده ودي انا وانا بحش المنبار ده الرز ويادي المنبارة هو وده شكلي والرز مبادل حوالي زي ما انتم شايفين انا كده قربت اخلص الكمية اللي عندي والرز كمان قرب يخلص اهو وبعد كده هنبدأ نسلقه انا بحب اعمل الحاجة بتاعتي وانا اوفي في المطبخ بحبش اقعد خالص هجيب بقى مية بتغلي هحط عليها رشة من الفلفل وكمان ورق لورة وهبدأ بقى احط المنبار بالطريقة اللي انتم شايفينها دي بصوا بقى هضم كده اللي اتنين ناحيتين على بعض زي ما انتم شايفين وهحط على طول في المية السخنة لازم تعملي كده عشان لو حطتيها مفروضة هتفك منك لازم تضم اللي اتنين كده مع بعض تقفليهم عشان اول ما تنزل المية يقفل من ناحيتين على طول هحط بقى كل اللي انا سلقته وما تحطوش ملح عشان لو حطيته ملح في المية بيفرع هحط زيت وهذا خانه قهز جدا وهجيب بقى المنبار بعد ما تسلق وتستوي وهحطه على طول لغاية ما يبقى لونه محمر وهبدأ ان انا اقلب على طول عشان ما يتحرقش مني بصوا كده انا بقلبه شايفين احمر ازاي خلاص كده هو اتحمر هبدأ بقى ايه احطه على طبق في منديل عشان كمان الزيت بتاعه ايه يتصفى وخلاص مش قلتلكم فيش اسهل من وصفة المنبار لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وما تنسوش تشتركوا في القناة وتقولونا تعلاقاتكم في الكومنت باي باي